بمجرد أن تحدث العراق على لسان حكومته بمفردة الخليج العربي ذهب الطهران إلى توصيف القصة على أنها محاولة استفزاز عراقية للجانب الإيراني إذ يتمسك الأخير بمفردة الخليج الفارسي وتلك ليست القصة الأهم في المشهد العراقي الإيراني الجديد بل إنما نشرته وسائل أعلام حول وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد دون الإفصاح عن هدف الزيارة مثل القصة الأكثر أهمية بما يراه سياسيون لحالة غليان في الشارع السياسي الإيراني الذي يستمر بعقلية التدخل بالشأن العراقي وسياسته مع متغيرات المنطقة والعالم إذ تتمسك طهران وفق مراقبين بشخصية ولي الأمر دون احترام سيادة وهيبة بغداد واستقلالية تحركها نحو مصالحها سيما مع زيارة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكورك إلى بغداد وإجرائه مباحثات مع رئيس الوزراء والتي نتج عنها تأكيد العراق على الاستمرار بالتعاون في العلاقات كافة بين العراق وأمريكا بما يخدم مصالح البلدين وتأكيد السوداني نهج العراق بالبحث عن مصالحه مع البلدان الصديقة والشقيقة بما يؤمن مصالح الشعب العراقي والتمسك بوجود القوات الأمريكية للمشورة والتدريب تماما كما أكدت واشنطن دعم بلادها للعراق في مجاب الحوار الاستراتيجي وتحقيق أهداف أمنية ودعم لحكومة السوداني ومجالات اقتصادية وهو ما جعل إيران تشعر باستفزاز كبير حيال تمسك بغداد بواشنطن الرؤية الأوضح يراها مراقبون على أنه التوقيت الزمني المناسب لأن تثبت الحكومة العراقية النظر لما يخدم البلاد وقطع الطريق على أي تدخلات في سياسته سيما بعد أن كان لإيران دور واضح في اللعب من ملفات سياسية وتجشين التوتري إبان الانسداد السياسي أو كما يرى سياسيون اشتركوا في القناة